مصادر عسكرية روسية تكشف خداع أمريكا وتعلن تم تسليم صواريخ التكمز الباليستية لأوكرانيا بالفعل ونجحت وسائل الدفاع الجو الروسية في إسقاط 6 صواريخ منها حتى الآن وروسيا تكذب أوكرانيا فيما يخص تدمير بطاريط صواريخ S-400 عن طريق الصواريخ الأمريكية والجيش الروسي ينجح في تطويق وسط مدينة كراسنغروفيكا بعد تمهيد نيراني شاريس جدا ومكسف استمر عدة ساعات بالصواريخ والمدفعية والطيران ووزير الدفاع المصري ينفذ إجراءات تفتيش حرب لمدفعية القيادة المركزية ويؤكد على جهزية الجيش المصري للتعامل مع مختلف سيناريوهات تعالوا بنا نعرف التفاصيل ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في الفيديو اللي فات اللي نشرته العصر تقريبا قلت ان رئيس لجنة الاستخبارات الأمريكية قال انه يتم تسليم الدفع الأولى من صواريخ التكمز الباليستية لأوكرانيا الإسبوع القادم لكن مصادر عسكرية روسية كذبت أمريكا وقالت ان أمريكا بالفعل سلمت الدفع الأولى من صواريخ التكمز الباليستية لأوكرانيا وانه أوكرانيا بدأت في استخدامها بالفعل ضد القوات الروسية لكن وسائل الدفاع الجو الروسية نجحت في التعامل مع الهجوم الأوكراني بالصواريخ الباليستية الجديدة وصدت هجمات متنوعة وأسقطت حتى الآن 6 صواريخ منها بنسبة نجاح 100% وده كان المتوقع زي ما قلت في الفيديو اللي فات ان صواريخ التكمز الأمريكية مش جديدة لانها تصنعت في أواخر التمانينات بالتالي معلومات كل المعلومات عنها بالتفصيل عند الاستخبارات الروسية وسبب وحصلت روسيا على نسخ منها من العراق وقت حرب الخليج بالتالي كل المعلومات التفصيلية عن التكمز موجودة بحوزة الجيش الروسي كمان الصواريخ الأمريكية كبيرة في الحجم وكبيرة في القطر بالتالي اعتراضها سهل جدا بالنظر لقوة الدفاعات الجوية الروسية طبعا مع فشل أوكرانيا في استخدام صواريخ أتاكمز ضد القوات الروسية كان لازم أوكرانيا تلجأ للحرب النفسية كالمعتاد وتروج بالكسب لقوة الصواريخ الأمريكية كالعادة بعد كل فشل هجوم أوكراني أوكرانيا بالكسب قالت كلام يضحك جدا قالت احنا هاجمنا مواقع للدفاع الجوي الروسي ومطارات روسية في شيبي جزيرة القرم وضمرنا مواقع بطاريات الصواريخ الروسية من نوع S300 و S400 ومجمعات الحرب الإلكترونية وأخرجنا فرقة كاملة من الدفاع الجوي الروسي من الخدمة إيه يا عم دوت دوالة سوبرمان نفس الفيلم الهند العبيط اللي تقال في وسائل الإعلام الأوكرانية مع وصول صواريخ مارس من سنتين وزي ما تقال عن إسقاط صواريخ كنجال مع وصول بطاريات صواريخ باترت الأمريكية وتقال أفلام أسطورية وخسار روسيا مفابركة هو نفسه اللي بتعمل دلوقتي مع وصول صواريخ التكمز الأمريكية وزي ما روسيا فضحت أمريكا وكنست كل بطاريات صواريخ مارس وباتريوت والعالم كله كشف الخدعة الأمريكية والعالم كله شاف صواريخ كنجال أو صواريخ كنجال روسي واحد وهو بيراوغ وبيزل 32 صواريخ باترت أمريكي في نفس الوقت لحد ما وصل الصواريخ الروسي وضرب بطاريات باترت بعد فشل 32 صواريخ أمريكي في إسقاطه واعتراضه وده نفسه اللي هتعامل دلوقتي مع صواريخ التكمز اللي واخده سمع أسطورية زائفة بالكسب أمريكا اتفاجئت وتخضط أن الست صواريخ الأوكرانية اللي أطلقتهم أوكرانيا على مطارات الجيش الروسي في شيبي جزيرة القرم يوم 17 إبريل اللي فات من 7 أيام تقريبا تم إسقاطها بالكامل عن طريق الدفاعات الروسية الجوية وده سبب حالة زعر عنده حلفاء أمريكا الرئيسيين اللي عارفين بنتائج الهجوم لكن في أخبياء كتير ما يعرفوش عن نتائج استخدام الأسلحة الأمريكية الفشلة في مواجهة الدفاع الجوي الروسي ولازم صدرات الأسلحة الأمريكية تفضل شغالة بنفس المعدلات وعشان كده جماعة بيتم الترويج لقوة الصواريخ الأمريكية من خلال نشر أخبار زائفة وصور مفابركة وأفلام فيديو بتتم صناعتها بالزكاء الاصطناعي عشان تكون واقعية جدا المهم إن كل ده هيظهر وهيتكشف على أرض الواقع زي ما روسيا عودتنا دايما والسؤال دلوقتي طالما أوكرانيا مسحت قاعدة المطار الروسي وكانست بتاع 4 أو 5 بطاريات صواريخ دفاع جوي S300 و S400 من أول هجوم لأوكرانيا منفزيتش ضربات سريعة متتالية على روسيا بعد يوم 17 أبريل على الأقل يعني عشان توقف زحف القوات الروسية اللي في الأيام الأخيرة أخدت روسيا أكتر من سبع بلدات مهمين جدا في دونسك يعني طالما بسم الله ما شاء الله التكمز بتعمل نتائج مزهلة مبهرة وما حدش قادر عليها زي ما بتقول أوكرانيا يعني لأوكرانيا ما منعتش روسيا من السيطرة على 3 بلدات جديدة النهاردة لأوكرانيا فشلت في الدفاع عن كراسنوغروفيكا اللي تحصلت من كم ساعة بعد ما نفزت روسيا تمهيد نيراني صاحق ومفارز الدبابات الروسية وصلت النهاردة أو من شوية لوسط مدينة كراسنوغروفيكا فيه نتائج استخدام الصواريخ الأمريكية على الأرض واللي هي أمريكا ما سلمتش أوكرانيا غير ست صواريخ أتاكمس بس والصواريخ خلصت وده اللي خلي روسيا تتقدم فقر بعقلك وما تخليش حد يخدعك بكلام فارغ بالتالي اللي بيحصل على أرض الواقع يعرفنا تماما من الكذاب ومن الصادقة يا جماعة الدفاع الجوي الروسي معمول أصلا عشان يصطاد صواريخ باليستية أسرع من الصوت بتطير بسرعة هايبرسونيك أعلى من 25 ماخ اللي بيطير بسرعة 3 ماخ سوبر سونيك ده لعب عيال بالنسبة لروسيا المهم دلوقتي مع وصول صواريخ أتاكمس لأوكرانيا واستخدامه بالفعل في ساحة المعركة ضد روسيا فالمعركة بتتحول لمصار جديد وهنشوف تحول دراماتيكي في مصاري العمليات وهنشوف تكتيكات روسية جديدة وهجمات أقصر فعالية والتحركات سريعة من جانب روسيا للحفاظ على التفوق على الأرض بالتالي زيلينيسكي هيتراوى أكتر الفترة الجاية وهنشوف الوادي الملازئ دوت هو بيعاية كتير جدا الفترة الجاية لأن بوتين أقسم على التنفيذ أو تحقيق النصر العسكري الكامل مهما كانت تمن القوات الروسية وصلت لوسط مدينة كراس نجروفيكا ووصلت لمنطقة المصانع المحصنة بعد تمهيد نيراني مرعب استمر عدة ساعات كنست فيها روسيا خطوط دفاعات الجيش الأوكراني بالصواريخ والمدفعية والطيران وقامت الدبابات الروسية بمحاصرة وتطويق العيال النازية وقطعت عن خطوط الامدادات والاتصالات وتعزلوا تماما وتم أسر العديد من قوات أوكرانيا المنهكة تماما من الحرب الفشلة فين بقى صواريخ أتاكمز عشان تحرر وتفك حصار روسيا عن كراس نجروفيكا طبعا محدش هيجاوب على السؤال دوت لأن ببساطة نتائج استخدام أتاكمز فشلت تماما دلوقتي بالتزامن مع تهديدات الكيان المهزئ باكتياح رفح وزير الدفاع المصري نفس تفتيشات حرب لقوات مدفعية القيادة المركزية ودي المنطقة المسؤولة عن الدفاع عن القاهرة وبتعتبر قلب الجيش المصري النابض والمنطقة العسكرية المسؤولة عن تعزيز ودعم قيادات ومناطق الجيش المصري على كامل الاتجاهات الاستراتيجية يعني العقل المركزي للجيش المصري ومن هنا قوات المدفعية المصرية في المنطقة المركزية أجري التفتيشات حرب كلمة تفتيش حربي يا جماعة هو أنك بتوصل في قواتك لمستوى تجهيزات الحرب بقي بس التحرك في اتجاه الصدم مع قوات العدوة بمعنى أنه بيتم تفتيش وإجراء اختبارات الوصول لحالة الجهازية الكاملة في مستوى الفرق العسكرية الميدانية من تجهيز الأفراد بالشد الكاملة تجهيز المعدات تجهيز الدبابات المركبات المدفعية مستوى الزخيرة مستوى الدعم والإسناد مستوى الاتصالات الميدانية اختبارات الحالة الفنية لكل المصمار في الفرق الميدانية بحيث تطمن تماما على حالة التشكيل التعباوي على الدخول في حرب حالا لو أخذ الأمر العسكري بدوت هو ده تعريف تفتيش الحرب وزي ما احنا شايفين صور تفتيش الحرب لقوات مدفعية القيادة المركزية المصرية بنشوف مدفعية سبتة مدفعية ذاتية الدفع راجمات صواريخ ودي المعدات الرئيسية او السالوس اللي بتعتمد عليه اي تشكيل تعباوي خاص بالمدفعية مدفع مجرور مدفع ذاتي الحركة راجمة الصواريخ بجانب طبعا اسلحة مكملة زي المركبات العربات قوازف صواريخ مضادة للدبابات كل السلاح بيكمل التاني وبسد الصغرات وبيحافظ على استمرارية الكسافة النيرانية ودعمه اسناد القوات البرية المصرية لتنفيذ اهدافها في عمك دفاعات وخطوط العدوة بكذا الفيديو خلص ما تنسوش يا جماعة جاب للفيديو الاشتراك في القناة مشاركة الفيديو على اكبر قدر من الناس عشان نستمر في معركة الوعي اشوفكم على خير ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته